عقد الليوار روكون طالب بارجاش بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية اجتماعا ضم رؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية بمدنية المكلة وناقش هذا الاجتماع العديد من المواضيع الهمة والمتعلقة بالجانب الأمني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين المواطنين إضافة إلى مناقشة العوائق والصعوبات التي تواجه اللجان المجتمعية بالوحدات والأحياء السكنية هذا وشدد اللواء بارجاش على أهمية المحافظة على الأمن داخل الأحياء والوحدات السكنية وعدم المساس به والإبلاغ الفوري عن كل من يحاول العبث وإقلاق السكينة العامة اشتركوا في القناة